موسيقى موجز الأخبار من يامن شباب أهلا بكم صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سلسلة هجمات لمليشيا الحوث الإرهابية في مناطق متفرقة بأطراف محافظة مأرب وأفادت مصادر عسكرية اليمن شباب أن قوات الجيش تمكنت من صد هجمات حوثية متفرقة في جبهات المشجح والكسارة ورغوان والجدعان والمخدرة ومحزام ماس ووادي حلحلان وكبدت المليشيا خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد هذا وقصفت مليشيا الحوث الإرهابية مدينة مأرب مجددا بصاروخين بلستيين وذلك بعد ساعات على تصريح أممي ندد بالهجمات التي تشنها المليشيا على المدينة المكتظة بالسكان مصادر محلية قالت ليمن شباب أن مدينة مأرب تعرضت اليوم السبت لقصف بصاروخين بلستيين ولم تتوافر أي معلومات حول المواقع المستهدفة وما نجم عن هذا القصف في سياق متصل أصيب مدنيان اثنان اليوم السبت جراء قصف متفعي شنته مليشيا الحوث الإرهابية على القرى السكنية جنوبية محافظة الحديدة وبحسب مصدر المحلي فإن المواطنة طارق عبدالله سعيد البالغ من العمر اثنين وثلاثين عاما وزوجته نعمة حسن أصيب بشضايا جراء قصف المليشيا بقذائف الهاون على منزلهما في قرية بيت مغاري مركز مدرية حيس أعلن التحالف العربي اليوم السبت اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيرة مفخخة عطلقتها مليشيا الحوث الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية للسعودية وذكر التحالف في بيان مقتضب أن القوات الجوية السعودية اعترضت الطائرات المسيرة فوق الأجواء اليمنية وتصدت للمحاولة العدائية مشيرا إلى أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة لاستهداف المدنيين تمثل جرائم حرب كشف تحالف حقوقي أن مليشيا الحوثي الإرهابية جندت إثنى عشر ألفا وأربعة وخمسين طفلا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الفترة من مايو ألفين وأربعة عشر وحتى مايو ألفين وواحد وعشرين وذكر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في بيان الله أن المليشيا جندت الأطفال من محافظات عمران وذمار وصنعاء وصعدة وأمانة العاصمة ومحافظة حجة مطالبا الأمم المتحدة بممارسة مزيد من الضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهدافها للأطفال وتجنيدها نهاية الموجز دمتمها دام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة